اشتركوا في القناة المحطة الأولى سنلقى فيها نظرة على جهاز MSI Infinite A الجهاز المكتبي الذي اعتبره أول دخول للشركة في مجال الحاسبات المكتبية والجهاز يوفر أفضل وأحدث العتاد من أجل تقديم أداء عالي بالألعاب ويتميز هذا الجهاز بنظام التبريد الجديد الخاص بMSI والذي يسمى بساينت ستورم 3 الصامت بالإضافة إلى الشكل الجمال الذي يقدمه هذا الصندوق يقدم دعم لنظام إضاءة MSI Mystic Light RGB واللي كان متوفر فقط في لوحات MSI الآن تم نقله إلى هذا الجهاز وبالتحديد في داخل وخارج الكيس كذلك الصندوق يوفر مقابض من أجل سهولة الحمل ومنصة تثبيت للسماعات اختيارية والجهاز يقدم بمعالج Intel i7 الأحدث وبمعالج رسوميات 1080 وذاكرة تصل إلى 64 جيجا بايت بالإضافة إلى نظام تخزين جبار مكون من قرص M.2 للنظام وثلاثة أقراص SSD مربوطة بنظام RAID وقرصين HDD والجهاز يقدم مزود طاقة 550 واط من المعيار البرونزي جهاز Infinite AM مرن جدا بحيث أنه يقدم لك إمكانية الترقية في أي وقت حاليا لا توجد أي معلومات عن وقت التوفر أو السعر المحطة الثانية التي قمنا بالتوقف عليها كانت مخصصة لجهاز Trident 3 والذي يقدم النسخة المحدثة من الجيل السابق والتي تدعم VR بشكل مباشر والسريع عبر المنفذ الأمامي بالإضافة إلى تقديم منفذ HDMI أمامي للوصول السريع وأكثر ما يميز جهاز Trident الجديد هو خفة الوزن وسهولة الحمل المقدمة في جهاز بهذا الحجم كذلك جهاز بهذا الحجم أي أنه بحجم الكونسل يقدم أداء رائع ويقارن بأداء الأجهزة المكتبية وفي هذه النسخة المحدثة تم تقديم نظام تبريد محسن يسمى بسالينت ستورم 3 الصامت وبالإضافة إلى ذلك تم تقديم تحديث كامل للمواصفات الخاصة بهذا الجهاز من المعالج الذي هو معالج i7 كابيليك ووصولا إلى بطاقة الرسوميات التي هي 1070 ومجموعة جديدة من الألوان أصبحت الآن متوفرة وهي الأبيض الثلجي واللون الأسود القياسي واللون الأحمر أي نسخة Iron Man المحطة الثالثة في جناح مساء يعتبرها الأفضل كونها تقدم جهازي المفضل وهو جهاز الإيجز جهاز الإيجز الآن أصبح مقدم بنسختين الإيجز 3 القياسية والإيجز TI3 جهاز MSI إيجز T3 يقدم هنا بنسخة خاصة تقدم دعم لنظام SLI ونرى هنا بطاقتين 1080 بنظام تبريد محي من نوع MSI Science Storm 3 الاحترافي والذي يعتبر نظام تبريد محي كذلك أكثر ما يميز هذا الجهاز هو إمكانية كسر الصرعة فيه فقط بمجرد نقر الزر الأمامي الموجود على مقدمة الجهاز من أجل أن تحصل على أداء أفضل وأقوى نظام التخزين كذلك في هذا الجهاز أكثر من رائع بحيث أنه يقدم نظام مصفوفة Super Raid 4 التي تقدم لك قرصي M.2 بالإضافة إلى قرص M.2 متحول بشكل آلي داعم لتقنية Intel Optane وبالإضافة إلى قرص رابع قياسي من نوع HDD الجهاز هذا يقدم نظام تبريد مائي داعم للمعالج وبطاقات الرسوميات كذلك الجهاز يقدم إمكانية التطوير والترقية في أي توق أما بالنسبة لمزودة الطاقة فهو كفيل بتشغيل كافة المكونات حيث أنه مزود طاقة بقدرة 850 واط من المعيار الفضي المحطة الرابعة والتي تعتبر أكثر المحطات جلبا للانتباه تم فيها عرض جهاز Vortex النسخة الأحدث وهي Vortex G25 والذي تم عدد تصميمه بشكل كامل من الشكل الأسطواني اللي تم إطلاقه في العام الماضي إلى شكل مسطح أكثر روعة شبيه بأجهزة الكونسل الجهاز هذا يقدم نظام تبريد جديد رائع جدا يسمى بكولر بوست تايتن كما في جهاز MSI المحمول الجديد اللي رح إن شاء الله نلقي عليه نظرة تفصيلية لاحقا ونظام التبريد في هذا الجهاز يدعم تبريد المعالج وبطاقة الرسوميات بعدد أنابيب أكثر من السابق كذلك الجهاز يقدم دعم كامل لتقنية الVR ويعتبر من أنحف الأجهزة التي تقدم دعم لتقنية الVR أما بالنسبة لنظام الصوتي في هذا الجهاز فهو هاي ريس أي أنه رح يكون عندك نظام صوتي جبار ورائع وفائق الوضوح في هذا الجهاز الجهاز يمكن استخدامه بأكثر من شكل فيمكن استخدامه بشكل عمودي أو شكل أفقي كذلك الجهاز يقدم إمكانية دعم للبرسماونت بحيث أنه تقدر أنت تركب هذا الجهاز أو الثبت على الجدار أو ثبته أسفل الطاولة أو حتى ثبته خلف الشاشة ليكون عندك جهاز خفي بشكل كامل ويمكن أنك أنت تفضي مساحة للعمل مناسبة لك أيضا الهيكل الخارجي يقدم دعم لنظام الميستيك لايت من أمس ساي بنظام الRGB بحيث أنك أنت تقدر تعدل الألوان على حسب ما ترى مناسب لك من ناحية المواصفات في هذا الجهاز فهي المواصفات الأحدث أي أنه معالج i7 ومعالج رسوميات 1070 وستتوفر نسخة بمعالج رسوميات 1080 وذاكرة عشوائية تصل إلى 64 جيجا بايت والميزة اللي اعتبرها مهمة جدا في هذا الجهاز هي تقديم منافذ USB Type-C Thunderbolt بحيث أنه راح تقدم لك سرعات ناقل تصل إلى 40 جيجا بيت في الثانية ودقة عرض 4K بتردد 60 هرتز وحتى يمكن توصيل هذا الجهاز بدوك خارجي تقدر تركب فيه كرت شاشة زي مثلا كرت شاشة 1080 Ti بكل سهولة عبر منفذ USB-C Thunderbolt المحطة الأخيرة كانت مخصصة لتجربة الVR الواقعية بحيث أنه أصبح للمستخدم إمكاني أنه يعيش تجربة فعلية وتجربة حركية بدمج الواقع الافتراضي شخصيا جربت لعبة الرولكوستر أو مدينة الملاهي تجربة صراحة رائعة وجميلة جدا MSI قدمت جهاز أو منصة متحركة متفاعلة مع الVR وكل هذه تم تفعيلها أو تشغيلها من قبل جهاز Trident 3 وهذا يدل على أنه أداء الVR في جهاز Trident 3 صراحة جميل جدا تقريباً MSI تفكر أنها تدخل في هذا المجال وتقدم أجهزة تفاعلية مع تغنيات الVR ولكن هذا فقط مجرد كلام ما في شيء معكد كذا كنا نهينا تغذيتنا لجناح MSI المقام في معرض كوميتكس أتمنى أن تكون هذه السيارة للجناح نالت على استحسانكم وأي استفسارات على المنتجات هذه أتمنى أنكم تتواصلون معنا زي ما سعدنا نحن بتواجدنا اليوم مع فريق MSI مشكورين وأيضاً مع التنين الضريف هذا من أن تكونوا أنتم أيضاً استمتعتوا كان معكم أخوكم مندر شوفكم إن شاء الله في دقضية ثانية السلام عليكم